على اكبيرة دهن مفروم. تلات معالق كبار برغل. اوكي. دي المعالق. والبرغل هنقع. التحضير. التحضير دلوقتي بالزلط. يلا. الاول هعمل عجينة. احط مقدار بتاعي. وهجب في النص كده. احط الخميرة. لو انتم مستعجلين عليها هتدفل مية شوية. تبقى زي دمعة العين. وتحطوا فيها الخميرة مع مقدار السكر. لو مش مستعجلين هتعملوا الطريقة اللي انا بعملها زي. وما تحطوش الملح على الخميرة عشان الملح بموت الخميرة. بنحط السكر الاول وبعد كده بنبدأ نعجل. هنحط شوية مية. وشوية لبن بالتبادل. وهنعوز الزيت. وهحط كمان الزبادي. الزبادي? اه. الزبادي بيخلي العقاجينة هشة جدا. لس كفاية. كده. هبدأ اقلب. وهحتاج كمان برشة ملح زيارة. الملح ممكن نحط للوقت بيبقى اننا خلاص قلبنا الخميرة. ما ينفعش نحطه بس كفاية. كفاية. ما ينفعش نحطه على الخميرة في الاول لازم نحط السكر بس الاول. وهحتاج احط لبن تاني. طبعا لو العجينة معجونة بلبن بيبقى طعمها احلى كتير. فانتم مش عايزين تحطوا لبن ممكن تحطوا آآ مية بس. ممكن تحطوا كمان لبن بودرة وتعجيلوا بمية. فهيبقى هي هي نفس الفايدة ونفس الطعم. هلم كده واحدة واحدة ما تحطوش السوايل مرة واحدة عشان آآ ادي ايه بيفرق من من نوع لنوع فيفضل ان تتحطوا حبة حبة كده لحد ما تلمي في اديكو. هي فيها خميرة. فهنحتاج ان احنا نغطيها ونسيبها تخمر مسلا في الجود الوقتي ده يقعد فيها تقعد آآ ساعة كده تخمر كويس قوي. لان كده كده احنا هنفردها رؤية قوي. هنفردها رؤية. فمش هنحتاج ان هي تكون سميكة. بس انو عد نعجل فيها كده. بس انو عملتها لكم على ايدي مش في العجانة عشان تعرفوا هي سهلة وبتتلمي بسرعة. هنغطيها بقى ونسيبها تخمر. يعني ساعة كده. هي مش تخمر قد ما هي ترتاح. لان كمية الخميرة اللي فيها قليلة. وزي ما قلتلكم احنا مش هنحتاج ان احنا نعمل عجينة مرتفعة عشان الخميرة تبقى باينة فيها. فدي كده خلاص. هجي بقى افرد العجينة بتاعتي. على بان ما افرد العجينة ممكن نعمل الحشوة. ايه رأيكم? اه زي ما انت عايزة. في الكبة? اه. مش هحط كل الحاجات في الكبة. هحط بس البصر والطماطم. ده هي هتعمل. بس بص بطاعتها عشان ما دمش بتسفير من السهولة. اه حط بقى الفلفل. فلفل حراء وفلفل رومي. البرغ اللي بقى هنا. انا نعاف شوية مية. ولازم نعصره كويس قوي. تلات معالق كبار برغل بيعملو كمية كبيرة. احنا هنعصره كويس قوي كده عشان المية دي. لو نزلت في العجينة هتدخلوها هتبقى فكة معاكم وهتبلي العجينة بتاعتنا ومش هتخليها تغفل. انا كده حطيت معلقة. تلات معالق برغل منقعين. مش تلات معالق برغل قبل النقعة. لان قبل النقعة هيعمل اكتر من نص كباية. فاحنا هنعاير تلات معالق كزا ما انا عايرت. ونتأكد انهم نفهم شوية خالص. وهنحطهم كده. ده عندي مكعب مرأ. مكعب مرأ بيخلي الطعام حلو جدا. نجربوه مش هيعجبكو اوي. وهحط كمان بهارات حواوشي. شايف تانية؟ لا. اه وفيه الدهن المفروم ده. ليه يعني. اه ليه? انا الوقت سأفضل عاجينة. هكده حلو قوي. خلاص كده الحشوة خلصت. هحط بقاها على اللحمة. وهحط عليها الحشوة. الحشوة دي المقدار الخلطة دي يعمل لنا كيلو لحم. وهقلب كده. تاني حط حبة كمان. كده خلاص كفاية اوي على مقدار اللحمة اللي نعملها. خلاص كده عندي الحشوة جاهزة. دي زيادة كده خلاص مش هحتاجها. هجيب بقالة فرادة. وهحط نقطة زيت. لأ نحط دقيقة احسن نفرد على دقيقة. احنا كده كده هنحط في الطاصة زيت. هجيب دي كده. تانية واحدة. ماشي. هحط كده دقيقة. وهجيب العجين. العجينة اللي احنا قلنا مقدارها دي تعمل آآ من عشرة من تمن لعشرة ترغيفة على حسب حجم الرغيف اللي انتو هتعملوه. اوكي. كده ها. نحط شوية زيت في الطاصة. شوية زغيارين معلقتين كده او تلاتة. وهفرد. بصوا بقى الحواش المعتاد الاسكندراني بنحط طبقة وحشوة وطبقة تانية. انا هعملو لكم النهاردة بطريقة سهلة قوي. وتدي نفس النتيجة برضو. هنفرض خلاص فردنا كده هو. هنيجي بقى عند الطروف وهنفرضها هي اكتر. هنرقها خالص. مش هنفرض تاني في النص. في النص انا عايزيها تكون آآ عجينة سميكة شوية. عشان دي اللي تشلي الحشوة. عشان ما تفكش مني وانا وانا بقلب. فاحنا هنرقق بس الطروف بتاعت العجينة. وهاجي كده جيب الحشوة احطها في النص وما تقطروش عشان دي عجينة لسه ناية. لو حطينا حشوة كتير هتلاقوها فكت معاكم. واحنا محتاجين ان اللحمة تستوي. فهنفرضها كده. واجيب الطروف. والم كده على ايزي الاول. دي مش هنحطها في الفور. لأ تستوي على البوتاجاز. اوكي. وهاجي علمت شوية العجينة زيادة دول. احنا عشان كده عملتها آآ رققتها. فلما نفرضها هنلاقي عجين زيادة يستحسن ان احنا نشيل. وهدوس عليها تاني كده بايداية. بس ادي كده اتفردت اهي. دي اسهل كتير من ان احنا نقفلها والتانية وتبقاش مضمونة ممكن تفتح مننا في آآ ممكن تفتح مننا في في النار. فهنزلها كده في الطاصة. وهي هنا هرفردها تاني. وهي هنا عاد افرض كده في الظروف بتاعتها تاني. عشان كده قطركم الحشوة. لازم تبقى قليلة عشان تستوي معانا وعشان ما تفكش. والعجينة تلاقاها شربت السوايل اللي في الحشوة. وتترى معانا. خلاص. هنسيبها بقى كده على كل ناحية. اه. تلات دقايق مسلا. سلطة البنجر. سلطة البنجر. يلا ياولاي. اول حاجة عندي نص كيلو بنجر مسلوق. بصلة حمرة متقطع جوانح. كبات بقدونس مفروم. وللصص تلات معلق كبار مستردة معلقتين كبار ديس رمان. معلقتين كبار عسل ابيض. معقدرها سهلة جدا وبسيطة خالص. وفي نفس الوقت طعمها حلو وشكلها حلو وفوائدها كتيرة جدا. هجيب بولة. مضرب سلك. هنعمل الكديلة الاول. وهجيب شوية زيت ومالح وفلفل. احنا اه في البيت انتو هتسيبوها على كل ناحية تلات دقايق. وعلى نوار متوسطة. عشان العجين عشان الحشوة اللي جوه اللي احنا تشتهوه معانا. اوكي. فهحط. انا ده. وحط دي بسرق معانا. وعاصل ابيض. وشوية ملح وفلفل. يلا. هنخليها دي هقلب ديها دلوقتي. وهقلب التبليلة. البنجر بنسلقه ازاي? البنجر بنخسله. ونسلقه زي البطاطس كده بقشرته زي ما هو سليم ما يتقطعش. وبعد كده وهو سخن. لازم وهو سخن. كان نفسي ورولكم بتقشر بس ما ينفعش. لو سبته يبرد. القشرة بتبدأ لازق عليه ما بتطلعش. وهو سخن. او ما بتطلعوه. اه تسيبوها شوية بس عشان ما تتلسعوش. وبعد كده هتلاقوا القشرة بتزحلع من عليه وحدها. بسهولة جدا. ما مش هتهدر منه ولا اي حاجة زي لو قشرتوه هو ناي. غير ان انتو لو قشرتوه هو ناي هينزل كل اللون والفايدة بتاعته في المية. فاحنا بنقشره وبعد كده بنقطع التقطيع اللي احنا نحبها بقى. الشرائح كده اه صوابع مربعات مكعبات فآ براحة كنتو بقى. خلاص دي مش نحتاجها تاني. حطيت البانجر والبصل اللحمر. اللي بقى دونس. وكل ده خلصنا الحكتين. والسلطة هجين للسلطات اللي لما تتركن لما بتعرض شوية ساعة مسلا قبل ما ناكلها بتبقى طعمها احلى. فيه سلطات كده ما ينفعش نركنها ونسيبها وفيه سلطات كل ما تقعد كل ما تعمها بيبقى احلى. فالسلطة دي من السلطات اللي لما بتعرض بيبقى طعمها احلى. يلا قلنا عمال تقريد دلوقتي? عملنا الحوش الاسكندراني. عملنا العجينة بتاعته. عملنا الحشوة بتاعته. وعملنا صلاة البنجر بالبصل الاخمر. حلوة. هتغنينا يا مومن? هنغني سيرة الحب. يلا نسمعكم بلين سيرة الحب. بعد كده ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع اميرة نعمل سوف الحلوات خليكم على الاسباحة. مزيكة. موسيقى اشتركوا في القناة 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 وانا خدني الحف لقيتني بحت آه لقيتني بحت وادوب الحف آه توب الحف وصبح و obli ولل عَلَى بابُو نعمل لكم صنف حلو اسكندراني برضو مظبوط اسمه ايه بقى؟ حريسة يلا المقادير يلا اول حاجة عندي نص كيلو ديسي ميد نص كباية جوز هند نص كباية افيد كباية لبن دافي كباية سامنة دافية كباية سكر معلقة صغيرة باكينج باودر ورشة فانيليا او ربع معلقة صغيرة فانيليا بالتحديد يعني للحشوة نص كباية سوداني مجروش نص كباية زبيب اربع معلقة كبار شربات تقيل هنسقيها بقى شربات بعد ما تستويش شربات بيكون تقيل اللي هو كبايتين سكر وكباية مية وعصير نص لمونة ونص معلقة صغيرة فانيليا وللتزيم بقى دي ما انتو تحبوا كده تعملوا جوز هند شرايح زبيب سوداني اللي انتو عايزين يلا بصوا هي زي البسبوسة ملهاش ترتيب يعني دي من الحاجات السهلة ملهاش ترتيب انتو بس تلتزموا بالمآدين هتطلع لكم مظبوطا شوء الله حط الدقيق السميد واحط الدقيق الابيض واحط البولة دي انا هحتاجها دي هحتاجها واحط السكر واحط 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 ما بتتغطاش البسبوسة بتسيق هي سخنة والشربات سخنة وبتتغط الهاريسة بتسيق هي سخنة والشربات سخنة بس ما بتتغطاش هنقلب كده وهروح حط اللبن اللبن يكون دافي شوية زي اللبن الخميرة كده وكمان السمنة دافية زي ما انتم شايفين كده وهنقلب دي بقى هنخليها هنا عشان هنعمل فيها الحشو هقلب كده اهو مش هنحتاج ندهن الصناية ولا حاجة لان احنا كده كده هنسقيها شربات وهي كمان فيها كمية سنة حلوة فمش هنحتاج ان احنا آآ نقلب نحط آآ ندهن الصناية ممكن كمان نحط هنا دلوقت شوية جوز هند الاضافة دي حلوة وبتميز الهاريسة جدا حبة كمان ونخلي دول الحشو وهنحط كمان شوية السوداني هنا صغيرين لان احنا هنعمل طبقة في النص عبارة عن الحشوة اللي قدامكو زي وهنقلب كالحد جوز الهند ما يختفي فيها هي مشهورة لهاريسة طعمها المميز بجوز الهند فاللي بيحب جوز الهند هيعجب جدا بالوصفة زي هنضبك كده المضرب ونجيب القالب وهنجيب القالب احتاج بس ان انا هلبس جوانتي عشان اعرف افردها بصوا قالب اي قالب عندكم بس قالب يكون حوافه عالية زي ده كده عشان هيقلش من ده لان هي احنا حطسين فيها بيكينج باودر فهترتفع شوية فياخد نص المقدار احنا قلنا في حشوة نحطها في النص عشان كده اخدت نص المقدار هفرده كده اوكي وهنعمل له حواف عشان احنا مش عايزين الحشوة تطلع منه وتتحرق فعشان كده احنا عاملين له حواف بعد نحط السوداني وبعد كده هنعمل الحشوة الاول على بعضها بعد نحطها في الوقت اه هنحط كده السوداني والزبير الموز الهند وشوية ثابات تقيل اللي احنا نسقي بيك الاخر عشان يربط لي بس الحاجات في بعضها كده وهنحطها في نص العجينة بتاعتي كده زي ما اتفعنا اي حاجة هتخش الفرن الفرن لازم يكون متسخن قبلها فاحنا هنتعامل معاها معاملة اي حاجة تانية عادية خش الفرن مش عشان هي حاجة حلويات هندخلها الفرن على الفرن متسخن هتقعد اه بالزبط من تلاتين لخمسة وتلاتين دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك وبعد كده هنطلعها نسقيها بالشربات تقيل سخ ونسيبها ما نغطيهاش مش هنغطيها زي البسبوسة خلاص بس كده هديصلها بالشكل ده طب قولي الناس عملنا ايه كده عملنا نهاردة الحوابشي اسكندراني العجينة او الحشوة وعملنا صلاتة البنجر وعملنا كمان الهريسة الاسكندراني بيرسي اميرة شكرا لك بعد الاكلات الحلوة دي خلو نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع كابتن علي خميسي يقول لنا ازاي نشيل الكرش على قد ما نقدر خليكم معنا لو سمحت